انتقد الإعلام الجزائري المفاوضة الجارية بين الاتحادية الجزائرية وبعض اللاعبين من أجل إقناعهم بتمثيل الجزائر مستقبلا والذين قال عنهم إن مستواهم متوسط مقابل الضجة الكبيرة التي أثرت حولهم وفي مقال مطول لموقع الشروق أعطى مثالا عن أمي شياخ الذي قال عنه إنه ينتمي لدور ضعيف جدا في أوروبا هو الدور الدانيماركي والطمى الكبرى أن اللاعب مهمش على طول ولا يجلس حتى على مقاعد الاحتياط ما يعني أن قيمة اللاعب فنيا دون المحليين الحاليين وتطرق المقال أيضا للاعب فارق إيرتا بارلان ألماني المنتمي للدرجة الثانية الألمانية وقال عنه إنه لاعب عادي في فارق عادي تم تقديمه وكأنه ظاهر كروية والفارق في المستوى كبير جدا بينه وبين النجم فارس سيبي الذي يلعب في نادي كبير يشارك في كأس يوروبا ليغ مضيفا أنه من التناقض دعوة لاعب من الدرجة الثانية الألمانية وتجاهل لاعب من الدرجة الأولى إضافة لدعوة لاعب يلعب في الدور الدانيماركي الضعيف وليس ضمن اهتمامات مدربه وتجاهل لاعب بدر الدينبو عناني الناشط مع فارق نيسا الفرنسي والمشارك في منافسة اليوروبا ليغ وختم كتب المقال قوله إنه مع ضيع أوليس بصفة رسمية لصالح المنتخب الفرنسي وسير أكليوش على طريقه وتردد رايان شرقي ما زال الجزائريون في انتظار أسماء من العيار الثقيل بدل الحديث عن أسماء أثبتت دائما محدودية مستواها ومنهم الكثير يتم دعوتهم لملء القائمة فقط ما رأيكم في ذلك؟ شاركونا بتعليق أسفل الفيديو ولايك للفيديو ولا تنسوا الاشتراك ليصلكم كل جديد اشتركوا في القناة